سنة مهجورة لا أعلمه كثير من الناس قال عليه الصلاة في الحديث وهذا حديث حسنه الإمام الألباني وحديث حسن صحيح بمجموعة طرقه قيلوا في أن الشيطان لا يقيل أو في رواية في أن الشياطين لا تقيل القيلوا له النوم بعد صلاة الظهر إلى العصر هذه فترة مباركة وثبت علمياً صحة النوم أو فائدة النوم بعد صلاة الظهر إلى العصر بعض الناس ينام ولا يعلم أنها سنة وكثير من الناس يكون عنده وقت فاضي بعد الظهر ما ينامش معاين أن النوم سنة قيلوا فشربنا بقولوا أصحاب الجنة يومئذن خير مستقر وأحسن ومقيلة ده ربنا بيصف أهل الجنة بالراحة في فوق القيلولة وأحسن ومقيلة فالنوم بعد صلاة الظهر سنة سنة مهجورة وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحيا سنة أما أتهى الناس أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب فلما يكون عندك وقت فاضي نم بين الظهر والعصر على العكس النوم بعد العصر شو بقى الحديث بقول ليه منام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومنا إلا نفسه لماذا؟ لماذا؟ لأن الجن والشياطين بتطلع بعد العصر فالإنسان لا يكون في نوم أو في غفلة ربما يتسلط عليه الشيطان وهو نائم فيصاب بالوساوس أو ربما يصل الحال إلى الحديث ضعيف لكن يقويه أقوال السلف الصالح بداية من عبد الله بن عباس قال النوم بعد العصر خرق وفي رواية حمق خرق وخوات ابن خبير خوات ابن خبير ده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالناس فطاحل أيضا روي هذا الكلام عن مكحول وهو من كبار كبار التابعين يعني المكحول كان بيقول ليه ما رأيته أحدا أكثر استغفرا من مكحول من كبار التابعين رواه ابن شايبة في مصنفه نقلا عن مكحول أن يكره النوم بعد العصر أيضا الإمام محمد بن حبل قال يكره النوم من بعد العصر فأنه يصيب الإنسان بالوساوس وأيضا روي هذا كلام عن ابن القيم فخمسة من فطاحل العلماء والصحابة والتابعين في واحد من التابعين أيضا قال هذا كان مكحول يبقى هنا في خمسة على الأقل من كبار العلماء من الصحابة الصحابة والتابعين والسلف الصالح قالوا هذا يعني يقولوا هذا من فراغ يعني يقولوا هذا من فراغ وأنا التجربة العملية أثبتت هذا يعني لما بنام بعد العصر يعني إنسان ما ينامش بعد العصر إلى زكان مجهد ومتعب جدا تعبان أوي فأنا من النوم خلاص لكن كثير من الناس كثير من الناس يكون عنده وقت فاضي يروح داخل مسترخي بعد العصر ويحاول أنه ينام بالعصر فلو نام فعلا تلاقي يصحم صدع ويصبت بالعصر يعني أنا أفضل لما كنت بالجنام بعد العصر في بعض الأحيان وأنا أصلا مش عايز أنام ألاقي عند صدع ولاقي جسمي بتاعبان فتأكدت من صحة الحديث فتأكدت من صحة الحديث المعنى صحيح فإذا أقوال السلف الصالح تؤيد معنى الحديث فشوف الفرق من النوم من بعد الظهر من الظهر للعصر والفرق من النوم بعد العصر للمغرب فهذه سنة وده شيء مكروه والعلم أثبت أن النوم بعد صدع الظهر مفيد للجسد فقيم هذه السنة لما تكون عندك وقت فاضي هو أنتش لقي حاجة نام بعد صدع بين الظهر والعصر لأنه خالف الشياطين وتجنب النوم بعد العصر إلا لضرورة قصوى وعنكون بوجهة جدا وتعبا فأنا هحاول أكتبكم هذا كلام في الوصف إنسخوه الشر نشر هذا العلم في ثوام عظيم لعلم علم من فين له أجر معاملة بها من القيامة لا تنسوش تفعيل الجرس واشتراك في قناة لأسالكم كل جديد وتساعدوني عشر صنة رباية أقول قولي هذا استغفر الله لكم